لماذا الشيء على تمتلك كتاب صحيح يحتوي على أحاديث أهل البيت عليهم السلام ويعتمد على ما جاء من الأحاديث الصحيحة فقط لعله هذا السؤال أجبتم عليه في سلسلة أهل السنة و أهل الخدعة ولكن هذا باختصار تجيبون عليه لا بس أولا إحنا علينا أولا علينا نحن أن نميز ما بين الصحيح عند المؤلف والصحيح بمعنى ما تجمع على صحته الأمة إذا كان يقصد المعنى الأول يعني أن واحد يجي ألف كتاب يقول أنا هذا الكتاب أضع فيه ما أرى أنه صحيح بحسب اجتهادي أنا بحسب اجتهادي هذا ما أنا أحتج به وأرى أنه صحيح فهذا موجود عند الشيعة الكافي الشريف واحد منه لأن الكافي الشريف إذا تروحون في ديباجته في ديباجة الكوليني في مقدمة الكتاب شنو يقول الكوليني رحمه الله يقول يصف كتابه يقول كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام إذن الكوليني يقول أنا بحسب رأي واجتهادي هذا الكتاب فيه أو يتضمن هو كاف للعمل به لأن ما فيه آثار صحيحة عن الصادقين عليهم السلام فإذن هذا في نظر الكوليني صحيح أو على الأدق معتبر يمكن الاعتماد عليه ويكون كافيا للدين لدين الإنسان كذلك مثلا في مقدمة من لا يحضره الفقيه لشيخ الصدوق ماذا يقول؟ يقول لم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي صار واضح؟ فإذن إذا كان المقصود المعنى الأول أنه لماذا الشيعة ليس لديهم كتاب صحيح نقول لها تعال شنو مقصودك من هذا؟ تقصد كتاب صحيح عند مؤلفه أم عند عموم أمة الشيعة بحيث الشيعة يقولون هذا نجمع على صحته إذا كان الأول فهذا موجود عندنا كتبنا هذه وعلى رأسها الكافي ومن لا يحضره الفقيه وهما من الكتب الأربعة المهمة التي عليها المدار مؤلفوها قالوا هذا كتاب في نظرنا صحيح يعني معتمد عليه يعتمد عليه صار واضح؟ الظاهر مو هذا هو المطلوب المطلوب أن يكون لدينا كتاب نحن نجتمع على صحته بحيث يكون هذا الكتاب حاكما علينا مثل ما هو عندهم مثلا البخاري البخاري عندهم يقول أجمعت الأمة على صحته إلا الشذاذ إلا الكذا المهم هو حجة علينا جميعا فكأنهم يجعلون هذا الكتاب قيدا يقيدون به أنفسهم حتى أنهم يضللون من يأتي ويقول أنا عندي ملاحظات على هذا الكتاب أو أن هذا الكتاب ليس بصحيح مثلا هم يريدون هذا الأمر الشيعة ما عندهم هذا الشيء مع أنه جرت بعض المحاولات السخيفة مثلا في هذا المضمار يعني مثلا هذا محمد باقر البهبودي جاء وألف كتاب بعنوان شنو صحيح الكافي أما كان له قيمة في السوق العلمية لذلك حتى بعدين هو اضطر لتغيير اسمه إلى زبدة الكافي بدلا من صحيح الكافي مثلا يعني زين الشيعة ليش ما تفعل هذا شنو هو السبب احتراما للاجتهاد المفتوح لا يريد أحدنا أن يفرض اجتهاداته على عموم الأمة ومن ثم ينشأ ما نشأ عند المخالفين من هذا التهيب والخوف من مخالفة البخاري أو إنكار حديثه أو أحاديثه التي حواها صحيحه مثلا نشوف عندهم هم هذه الظاهرة هذه الظاهرة منقوتة عندهم أنه أحد يأتي ويقول لا أنا أطعن في هذا الحديث مثلا هذا الحديث ليس صحيحا يقولون كيف تطعن به وقد أخرجه الشيخان وهذا المدرج في الكتابان الذين عليهم إجماعوا الأمة فتصير حالة إرهاب فكري تعطل الاجتهاد تبعي أي حق تجي تفرض تفرض هذا الأمر يعني على الآخرين بل وصل هذا الإرهاب إلى حد أنه من يخالف البخاري أو ينكر أحاديثه أو يطعن عليها مثلا يحكمون عليه بالابتداع والمروق من الدين يعني إلى هذه الدرجة ليش لأنه صارت هناك حالة من التهيب أنه لا ما تقدر تمس البخاري سبحان الله وكأنه كتاب يعني معصوم كعصمة القرآن الحكيم مثلا شوف الدهلوي في كتابي حجة الله البالغة في المجلد الأول الصفحة 282 يقول يقول أما الصحيحان البخاري ومسلم فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهما متواتران إلى مصنفيهما أو مصنفيهما وأنه شوف يقول اتفق المحدثون أنه كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين ابن باز ماذا يقول من جانبه يقول في مجموع الفتاوى يقول الأحاديث التي جاءت في الصحيحين بأسانيده المعروفة كلها عند أهل العلم متلقات بالقبول ومحكوم بصحتها ولا يجوز لأحد أن يردها بل يجب قبولها كما قبلها العلماء قبلنا نحن لا نريد هذه الظاهرة في الوسط الشيعي ولذلك علماؤنا يبقون باب الاجتهاد مفتوحا يبقون هذه الحرية العلمية والاجتهادية والفكرية فلا يؤسسون لكتاب يقولون علينا جميعا قبوله كصحيح الشيعة نقول هذا كتاب صحيح الشيعة خلص حتى لو يتوافق عليه عشرون ثلاثون أربعون إن شاء الله مئة عالم يبقى أن هذا جهد بشري هذا ليس كالقرآن الله عز وجل تكفل بحفظه فيمكن أن تدرج فيه روايات غير معتبرة روايات فيها مقال في أسنادها في متونها فلذلك الشيعة لا تريد أن تجبر أحدا على كتاب ما تجعل الأمر مفتوحا نعم هناك شهرة لكتب عليها المدار تحترم ويحترم جهد مؤلفها كذلك الكافي التهذيب الاستبصار من لا يحضره الفقيه قرب الإسناد ما أدري بصائر الدرجات محاسن البرقي هذه كتب قديمة تصل إلى المعصومين إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وجهد مؤلفها محترم تلك أنظارهم لكن أن نأتي ونقول تعالوا لكي نؤلف كتابا أو نجمع كتابا فيه الروايات كلها صحيحة ويكون بمثابة البخاري أو مسلم كما هو عند طائفة أهل البدعة هذا لا نفعله لأنه سوف يسد باب الاجتهاد وشيئا فشيئا يظهر أو تظهر هذه الظاهرة ظاهرة التقديس الأعمال هذه الكتب والتهيب من مخالفتها أو إنكار بعض أحاديثها يعني الآن كما تلوت عليك أنه شوف الدهلوي ماذا يقول ابن باز ماذا يقول يقولان يجب الاعتقاد بهذين الكتابين ولا يجوز ردهما ومن يردهما مبتدع خارج عن سبيل المؤمنين متبع غير سبيل المؤمنين طيب مع أنه إحنا مرة معنا ذات تذكر في سلسلة أهل السنة مهل الخدعة ما في هذين الكتابين وأنه البخاري يروي عن الفسقة مثل هذا الفاسق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون اللي كان شنو كما في كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث لأبي يعلى في المجلد الأول صفحة 310 يترجم له يقول عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون مفتي أهل المدينة سمع الزهري وعبد الله بن دينار وغيرهما روى عنه الأئمة مخرج في الصحيحين بخاري مسلم يرى التسميع ويرخص في العود يدك ديك عود ويرخص في ذلك الآن واحد يأتي يقول أنا روايات الماجشون الفاسق هذا أنا أردها يطلع هو المبتدع لماذا يقولون لأنك محكوم بالبخاري نحن هذه المحكومية المرضية لا نريدها ولذلك الشيعة هم موقفهم أصح من موقف أهل الخلاف